حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الضحاك بن عثمان عن المقبولي عن صفونا بن المعطل صلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أني أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فصلي فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تعتديل على رأسك مثل الرمح فإذا أعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصلي فإن الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر حدثنا عبد الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي بن بحري بن كثير السقاء حدثنا أبو قوتيبة حدثنا عمرو بن نبهان حدثنا سلام أبو عيسى حدثنا صفوان بن المعطل قال خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تلطرب فلم تلبث أن ماتت فأخرج لها رجل خرقة من عيبته فلفها فيها ودفناها وخذ لها في الأرض فلما أتينا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال أيكم صاحب عمرو بن جابر قلنا ما نعرفه قال أيكم صاحب الجان قالوا هذا قال أما إنه جزاك الله خيرا أما إنه قد كان من آخر التسعة موتا الذين آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني محمد بن يوسف عن عبد الله بن الفضل عن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحريثي عن صفونا بن المعطل صلمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرمقت صلاته ليلة فصل العشاء الآخرة ثم نامف لما كان نصف الليل أستيقظ فتلاء الآيات العشر آخر سورة آل عمرانة ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصل ركعتين فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول ثم انصرف فنام ثم استيقظ فتلاء الآيات ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصل ركعتين لا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول أطول ثم انصرف فنام ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما فعل أول مرة حتى صل أحد عشرة ركعة ترجمة نانسي قنقر